هي كمان النادي الاهلي بيحصل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على 4 مليون دولار زي ما قلنا هي قيمة مكافئة بطولة دوري ابطال افريقيا ده بعد زيادة المكافئة اللي كانت فيه قبل كده كانت 2.5 مليون دولار دي او الموسم ده النسخة دي من كأس الابطال افريقي تم زيادة مكافئة الفوز ب4 مليون دولار اللي حصل عليهم النادي الاهلي كمان بالتوازي النادي الاهلي بيقرر كمان ان هو يزود المكافئات اللي هيخدها اللعيبة بتاعته كان قبل كده 400 ألف جنيه لكل لاعب حسب طبعا نسبة المشاركة زودهم الضعف 800 ألف جنيه حسب برضو نسبة المشاركة كمان مارسل كولر المدير الفني وجهازه المعاون هياخده راتب 3 شهور ده طبعا مكافئة وفقا لبند المكافئات في عقد المدرب والادارة الفنية لفريق نادي الاهلي لسا مكملين مع اخبار نادي الاهلي مع اخبار يعني الاجواء اللي هي فيها كلها فرحة بقى وسعادة بحصول نادي الاهلي على لقب 11 زي ما قلنا لكم جمهير نادي الاهلي تريد ما نمتش من مبارح وهي بتحاول ان هي توصل رسائل كلها فرحة ودعم ومسندة لنادي الاهلي على كل منصات التواصل الاجتماعي مرسل كولر مدير الفني لنادي الاهلي بيمنح لعيبة الفريق راحة لمدة اسبوع بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا الاهلي من المقرر انه هو يرجع تاني للتدريبات يوم الحد المقبل استعدادا لاستئناف مباراة الدوري المحلي الممتاز عقب المباراة سافر مرسل كولر لبلاده سويسرا عشان قضاء الاجازة الحالية نحن نتكلم اقل من اسبوع كمان في بعض اللعيبة مرجعوش مع بعثة الفريق للقاهرة قرروا ان هما يقضوا الاجازة برا مصر كمان مرسل كولر خلال الساعات اللي فاتت نبه على لعيبة الاهلي ان هما يحصلوا على راحة سلبية تكون فترة الراحة اللي هيحصلوا عليها راحة سلبية تماما ما يتمش اجهاد محدش يجهد نفسه في الاجازة دين خصوصا ان هما يعني زي ما تابعنا وزي ما شفنا كانوا بيعانوا من الاجهاد مرحلة المقبلة حتى اشهد ضغط مباريات كبيرة فهو كان بيركز ان الاجازة احنا بنكلم تقريبا فاقل من اسبوع تبقى راحة سلبية ده في ما له وصلة بي اخبار النادي الاهلي وكواليس النادي الاهلي وفوز نادي الاهلي بلقب الحضاجر